اشتركوا في القناة لكن بعض القوى المواذية داخل الدولة لم ترسل الأدلة اللازمة لذلك لا يمكن للمحكمة أن تقوم بشيء أستاذ محمد الوقائع على الأرض تؤكد أن حكومة حزب العضلة والتنمية مستمرة في دعم اللاجئين السوريين سواء من عين العرب كوباني أو باقي المدن السورية إذن لماذا تستعى بعض وسائل الأعلام إلى قلب الحقائق؟ يعني عندما قامت تركيا وتقوم تركيا بدعم النازحين أو دعم الجرحة هي تقوم بذلك من منطلق إنساني منطلق تاريخي منطلق يعرف حق الجار لا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورة أميرة لكن بالتأكيد هناك قوة تريد الإساءة لتركيا فأنا شخصيا شاهدت الكثير من أساس الأكراد معظمهم من الأكراد يتحدثون إلى بعض وسائل الإعلام العربية التي تدعم الأنظمة الإنقلابية والتي تعارض الثورات الربيع العربي ولا أريد أن أذكر أسماء هذه التلفازات في محاولة الإساءة إلى تركيا أنا استمعت إلى أحدهم يقول أن تركيا ترفض دخول المصابين من الأكراد في كوباني ونحن نعرف أن هناك مشفى خاص تم تخصيصه في سوروتش لاستقبال الجرحى الأكراد ونعرف أيضا أن أكثر من 200 ألف نازح كردي جاءوا من كوباني وموجودون في المخيمات التركية لماذا هذه الحملة المضادة ضد تركيا تركيا تقوم بدعم داعش هناك من يتهم تركيا بذلك رغم أن تركيا تعتبر تنظيم داعش تنظيم إرهابي منذ فترة طويلة رغم أن تركيا هي التي طالبت وتطالب التحالف الدولي للتحرك معا في عمليات برية للقضاء على هذا التنظيم الذي لن تنجح الضربات الجوية في إلحاق أي ضرر به فهناك إيران تضرب من الجو التحالف الدولي يضرب من الجو وهناك البشمرقة وهناك الجيش العراقي وهناك كما يقال القوات السورية ولم تفلح كل هذه المجموعات في وضع حد لهذا التنظيم الإرهابي وبالتالي لماذا اتهم تركيا بهذه الاتهامات ولماذا لا يقولون الحقيقة حول الدعم التركي لأكراد كوباني لماذا يريدون استخدام كوباني كمطرقة للدقة على رأس تركيا كلامكم كان صحيحة وتركيا تحاول تدعم الأمم المظلومة في شرق الأوسط لذا دول الأوروبية تحاول بدعايات ضرب تركيا لأن تركيا تمثل الدول المظلومة وهي زعيمة المظلومين في العالم وهم يحاولون من خلال خروج بدعايات قبيل أو مثل دعم داعش فأنا أرى هم يحاولون خلق التوتر في تركيا ولكن هذه الدعايات ليست صحيحة كما أشارتم وكما رأينا في التقرير كما أشار الوالي رأينا بأن أكثر من 1300 جريحات إلى تركيا فالجواب الصحيح والمهم هو هذا فكما أشارتم أتى أكثر من 200 ألف ملتج من كوباني أتى إلى تركيا وتستضيفهم تركيا وأتى إلى تركيا أكثر من مليون و600 ألف ملتج إلى تركيا وصرفت أكثر من أربعة ونصف مليار دولار لذا هذه التصاوير والصور هي ليست بحسنة باختصار دكتور يلدريم بي قال أن هناك بعض القوى داخل الدولة رفضت منح الإهها وثائق لتستخدمها في مواجهة إسرائيل في المحاكم الدولية على خلفية أحداث مرمرة الزرقاء هل التنظيم الموازي مازال قويا بهذا الشكل؟ اللوب الإسرائيلي في تركيا قوي عن عنفهم منذ الماضي وحزب العدل والتنمية وخاصة خلال السنوات الخمسة الماضية ولو هو تضعف ولكن في البيروقراطية ورجال أعمال لديهم لوبي قوي والتنظيم الموازي وكما أشار سيد بولندي يلدريم لديهم النفوذ في داخل الدولة التركية ولكن المسؤولون في تركيا يعلمون هذا ويحاولون رضع هذه التسلل في داخل الدولة وفي الشهر الأشهر الماضي هم حاولوا أن يعملوا انقلاب في تركيا وإسقاط رئيس الوزارة وزيد جهيب في السجن وأيضا رئيس الاستخبارات التركية لذلك دولة قوية في تركيا ويحاولون أن يساعد المنظومين في المنطقة وهذا الأمر يزعجهم نعم ولكن على أمل أميرة أن يتحقق ما وعد به الدكتور نعمان كورتو المش في تصريحاته أمس بأنه بعد الانتخابات البرلمانية أي بعد مايو المقبل إن شاء الله سيتم تنظيف الدولة من كل هذه القوة نتمنى ذلك أستاذ محمد بهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بعد الحدث أشكرك على هذه الإضافات وأشكر ضيفنا الدكتور أردينش إيازي جيعدو هيئة التدريس في جامعة غازي أشكر موصول كل من سهم في إنجاز هذه الحلقة من إليكم مشاهدين أجمل التحيات دمتم في أمل الله ترجمة نانسي قنقر مجز الأخبار من قناة تركيا في استنبول أهلا بكم أمهلت جبهة النصرة السلطات اللبنانية حتى مساء اليوم للإفراج عن المعتقلين من النساء والأطفال وهددت بإعدام جنديين لبنانيين إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية لمطلب الحركة في هذه الأثناء قال اتحاد تنسيقية الثورة السورية إن الاعتداءات على مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان أسفرت خلال الساعة الماضية عن مقتل عشرة أشخاص نفت إيران نفت إيران ضرب أهداف لتنظيم داعش في العراق مؤكدة استعدادها للقيام بذلك إذا طلبت الحكومة العراقية كان نائب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور أكد في مقابلة مع صحيفة بريطانية أن بلاده شنت غارات جوية في العراق واستهدفت مقاتلي تنظيم داعش بناء على طلب الحكومة العراقية في العراق قتل تسعة أشخاص في هجوم شنه مسلحون على مركز للشلطة شمال العاصمة بغداد قال ضابط شلطة إن الهجوم بدأ بتفجير سيارة ملغومة في قرية السلمان خارج مدينة الطاريمية وأعقب ذلك هجوم شنه مسلحون وأوضح أن القتل هم خمسة من رجال الشلطة وأربعة مدنيين أعلنت أصفارة البريطانية بالقاهرة أنها علقت خدماتها العامة لأسباب أمنية من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر بعثتها والأفراد العاملين بها من جهة أخرى أحلت محكمة مصرية أوراق أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية باستطلاع رأيه في إصدار حكم بإعدامهم في قضية قتل متظاهرين بمحيط المقر الرئيسي للجماعة حددت المحكمة جلسة الثامن والعشرين من فبراير شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مكتب الإرشاد قضت المحكمة الإدارية التونسية بتأييد حكم سابق برفض الطعون التي قدمها المراشح الرئاسي المنصف المرزوقي على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات والتي أظهرت تقدم الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس بحث رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو آخر تطورات مسيرة السلام الداخلي بتركيا خلال اجتماع خاص مع لجنة مسيرة السلام الداخلي وقد بحث الاجتماع المخاطرة التي تواجه مسيرة السلام والتي انتلقت قبل قرابة عامين من خلال محادثات غير مباشرة مع زعيم منظمة بيكاكا الإرهابية عبدالله أوجلان خرجت مظاهرات في عدة مدن أمريكية اليوم الثالث على التوالي وشهد بعضها أعمال عنف تنديداً بقرار لهيئة محلفين عليا في نيويورك عدم توجيه اتهام لضباط شرطة أو لضابط شرطة أبيض في واقعة قتل رجل أسود أعزل خنقاً اعتقلت الشرطة اليونانية خمسة عشر شخصاً في التظاهرات التي خرجت بالعاصمة اليونانية إحياء للذكرى السادسة لمقتل الشاب أليكسيس كريغوروبوليس البالغ من العمر ستة عشر عاماً على يد قوات الشرطة عام الفين والثمانية تتواصل محادثات قمة المناخ في ليما عاصمة البيرو وخلال المحادثات انقسم المفاوضون حول وضع الحكومات التزامات خاصة بالتمويل والمقترحات الوطنية بهدف مكافحة تغير المناخ قالت مصادر حكومية في الفلبين إن الإعصار هاكوبيت قد يضرب مدنا جديدة غير تاكلوبان رغم أن سرعته خفت وتسبب الإعصار في إجلاء مليون شخص وتشهيد أكثر من مائة ألف عائلة وضمار شديد في المدينة والقرى المحيطة بها كما تسبب في إلغاء أكثر من مائة وخمسين رحلة جوية وإغلاق الصاحل على طول البلاد نهاية الموجز إلى اللقاء متابعة إخبارية رؤية تحليلية لما يدور في بلدان العالم حتى الساعة أحداث سياسية تداعيات اقتصادية تفاعلات إنسانية برنامج حتى الساعة على شاشة التركية تحقيقات في تركيا بشأن خسائر لاحقت بمنتجي الهواتف المحلية اليوم موعد صرف العائد الأول لشهادات قناة السويس المصرية حياكم الله فتحت وزارة الاقتصاد التركية تحقيقا في واردات الهواتف المحمولة بسبب خسائر لاحقت بمنتجي هذه الهواتف المحليين وحسب تصريح صادر عن الوزارة فإنه سيتم اتخاذ إجراءات حمائية في حال ثبوت تضرر إنتاج الهواتف النقال المحلية وتتمثل هذه الإجراءات بفرض زيادة على الضرائب الجمهورية لهذه المنتجات أو فرض التزامات مالية إضافية عليها قال وزير المالية التركي محمد شمشك إن تركيا يمكنها أن تكون ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وأشار شمشك إلى أن تركيا تحتل الآن المرتبة السادسة اقتصاديا في أوروبا بعد ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مؤكدا أن جميع الدراسات الدولية التي تم إجراؤها تشير إلى احتمالية انتقال تركيا للمرتبة الثانية أوروبيا في الفترة ما بين الأعوام 2040 و2050 احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا من حيث المساعدات الإنسانية المقدمة بالنسبة لمستوى دخلها القومي وذلك وفق تقرير مساعدات التنمية التركية للعام 2013 حيث وصل حجم المساعدات التي قدمتها تركيا من خلال الطرق الرسمية ولمؤسسات المجتمع المدني إلى 4 مليارات و347 مليون دولار أقيم في اسطنبول معرض لأهم المنتجات التكنولوجية الحديثة التي تتعلق بتوفير التقنيات لذوي الاحتياجات الخاصة وركز المعرض على المنتجات ذات التصنيع المحلي في تركيا معرض الحياة بدون عوائق والذي أقيم في اسطنبول عرض أهم التقنيات الحديثة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة المشروع الذي قمنا بتطويره يختص بتسهيل الوصول إلى الأدوية ومنتجات المتاجر وقوائم الطعام وهو النظام يمكن استخدامه من خلال الهواتف المحمولة مدعوما بتقنية الاتصال القريب بحيث يتيح للمعاقين بصريا يتسوق في المتاجر بكل راحة ويساحل عليهم اختيار الأدوية التي يجب عليهم استخدامها قمنا أيضا بتطوير مشروع آخر يتيح للمعاقين بصريا إمكانية صنع برامج لنظام الأندرويد ويتيح لهم الحصول على المعرفة اللازمة في هذا المجال تم في هذا المعرض عرض الكثير من المنتجات المبتكرة من الكراسي المتحرك الخفيفة إلى الكرسي المتحرك المساعد على الوقوف في الصناعة المحلية جميع منتجاتنا يتم تصنيعها وتطويرها من قبل المهندسين أتراك منتجنا هذا هو كرسي متحرك مساعد على الوقوف هذا الكرسي يمكنه الوقوف بالمريض والحرك به على هذه الوضعية ويمكنه أن يتحول لسرير ظهر الكرسي وأقدامه تعملان بشكل مستقل ظهر الكرسي وأقدامه تعملان بشكل مستقل وهو ما يمكن المعاقين حركيا من القيام بكافة متطلباتهم دون الحاجة لأحد شارك في المعرض أيضا شركات خاصة ومؤسسات عاملة في القطاع العام قصر ذوي الاحتياجات الخاصة تابع لبلدية باك جيلار وهو يقدم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم منذ العام 2011 تم تصميم هذا البناء خصيصا من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل تفاصيله بمساحة تبلغ 16500 متر مربع لدينا في هذا المركز العديد من المؤسسات العاملة على إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المهن المختلفة وتدريبهم عليها يوجد في تركيا ما يقارب من 9 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتبلغ نسبة الأطفال منهم 25% تقريبا وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الستوديو ساربار آري كان مسؤول وحدة المعاقين بصريا في جامعة أكدينيس مرحبا بك أستاذ الكريم مرحبا بك في البداية سيدي هنا لك هذا المعرض الذي شاهدناه في التقرير وهو معرض الحياة بدون عوائق الذي تم فيه عرض أمور التكنولوجيا المتقدمة فيما تعلق بذوي الاحتياجات الخاصة هل لك أن تشرح لنا عن هذه التكنولوجيا المتقدمة التي تم عرضها في الحقيقة هذا المعرض يتم تنظيمه كل خمس سنوات وفيه تعرض كل الخدمات التي تقدم تسهيلات للإعاقات المختلفة والحقيقة هذا المعرض له دور كبير في تطوير قطاع الحياة بلعوائق فيه طبعا الكراسي المتحركة فيه كذلك بعض منتجات التكنولوجيا التي تقدم حلولا للمعاقين على سبيل المثال هناك بعض التطبيقات على التابلت أو على الوحة الحاسوب هناك بعض التطبيقات التي تقوم بقراءة الوصفات الطبية هناك بعض الوصفات كذلك التي تجعل الإنسان قادرا المعاق على أن يحرك شاشة الحاسوب من خلال حركة عينيه فقط مثلا هل يشهد هذا المعرض وغيره من المعارض المتعلقة في نفس الموضوع هل تشهد زيارة من الشركات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط من مختلف دول العالم لربما للاطلاع أكثر على الصناعة في هذا المجال في تركيا نعم هناك زوار من دول مختلفة والحقيقة أن المعرض انتهى اليوم ولا أعرف أرقام محددة في هذا المجال ولكن الذي أعرفه أن هناك مشاركات من الشرق الأوسط ومن الدول الأوروبية خاصة أولئك الذين أدركوا أن هناك بعض المنتجات المتعلقة بالتقنية العالية وتقدم تسهيلات للمعاقب نعم كم يبلغ حجم هذا القطاع في تركيا؟ ما هي الاحتياجات التي تلبون هنا في تركيا لهذا القطاع؟ نحن في الحقيقة قمنا بتأسيس منصة الحياة بلا عوائق وفي نفس الوقت أنا أعمل في جامعة جلال بيار كأستاذ والحقيقة هناك 12% من أبناء الشعب التركي من ذوي الاحتياجات الخاصة والحقيقة أننا يجب أن لا ننظر إلى هذه النسبة كـ 12% فقط لأن كل عائلة فيها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هناك شخص آخر يهتم به وبالتالي ينشغل بهذه الاحتياجات الخاصة نعم هل تعتقد أن هذا القطاع ربما في تركيا يعتبر من القطاعات الرائدة في التطوير التكنولوجي؟ هل تعتقد أن هناك وهذا يقودني إلى سؤال آخر ما هي العوائق التي تقف أمام تقدم هذا القطاع في المجال التكنولوجي؟ تركيا من حيث تقديم الحلول خاصة في مجال الحلول التكنولوجية تلعب دورا كبيرا وتركيا تعتبر من الدول التي يمكن أن تتخذ كأنموذج لبقية الدول في هذا المجال ولكن في الحقيقة يمكن أن أقول أن هذه التقنية العالية مع الأسف لا توجد في كل مكان وليست في متناول كل ذوي الاحتياجات الخاصة كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة ليست عندهم قدرة مادية تمكنهم من التوصل إلى هذه التقنية العالية نحن أهدافنا أن نصل إلى مختلف ذوي الاحتياجات الخاصة ونسهل عليهم حياتهم أستاذ مصطفى هل لديكم مشاريع محددة لإصال تلك الأدوات لمستحقيها ولمستخدميها من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم عندنا في الحقيقة خطط في هذا المجال والحقيقة أن الحكومة عندها خطط في هذا الأمر والحقيقة يجب أن تبقى هذه المشكلة في مرمى الحكومة نحن كمنظمة مجتمع مدني نقوم بتقديم مساعدات طبعا للدولة في هذا المجال هناك مثلا مشروع الفاتح التعليمي والذي ينشر الواحي الحاسوبية في المدارس المختلفة وينشر التقنية العالية في مختلف المدارس نحن مثلا نلعب دورا في هذا المشروع حيث نقوم بمحاولة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشروع الفاتحة هناك 36% من ذوي الاحتياجات الخاصة أميون لا يقرؤون ولا يكتبون بسبب الإعاقات التي يعيشونها وبالتالي فإننا نعتقد أن تقديم التسهيلات هذه لذوي الاحتياجات الخاصة سوف يزيد من معطائية وإنتاجية ذوي الاحتياجات الخاصة وسوف يمكنهم من أن يجدوا فرصا للعمل الجيدة في المساقبل ونحن نعلم أن وزارة التربية الوطنية التركية في الحقيقة عندها مشاريع جيدة وفي الحقيقة تحقق خطوات واسعة في هذا الطريق ماذا عن التعليمات الحكومية والقوانين؟ هل تنص على إجبار الشركات على سبيل المثال والمؤسسات الحكومية على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة أو نسبة من الموظفين أن تكون من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هو مدى الالتزام بهذا الموضوع؟ نعم هناك بعض التنظيمات القانونية في هذا المجال ولكن في الحقيقة لا بد أن أربط هذا الموضوع بموضوع التعليم الذي تحدث عنه قبل قليل يعني الشركات كيف يمكنها أن تقوم بتوظيف ذوي احتياجات خاصة غير مدربين وغير مؤهلين ولا مسعلمين وبالتالي فإن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاريع التعليمية وتأهيلهم في الحقيقة سوف يجعل الشركات تقدم على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون أن يكون هناك تشريعات قانونية يعني مثلا هناك بعض الأخصائيين في الحقيقة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من الأكفاء الفاقدين لحاسة البصر الآن عليهم طلب كبير لكفاءاتهم التي يتحلون بها مثلا وبالتالي هناك في الحقيقة امتحانات الآن تجرى لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توظيفهم مثلا من قبل الحكومة وهذا التطور إيجابي المهم في الحقيقة إذن التعليم أولا والتدريب أيضا فإذا ما تم التعليم والتدريب فإن الحكومة لا تعود في حاجة إلى وضع كوتا معينة لدى الشركات لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دكتور مصطفى هل تعتقد أن التسهيلات الموجودة في الشوارع على سبيل المثال وفي الحياة العامة في تركيا تسهل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال هناك الجسور المشاء أو غيرها هل تعتقد أنها مزودة بأنظمة خاصة لمساعد ذوي الاحتياجات الخاصة أمان هذا الموضوع ربما يستحق القائد ضوء عليه تركيا كلمة تعدمون هناك في عام 2007 قامت المتحدة بتوقيع اتفاقية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتركيا في عام 2008 وقعت هذه الاتفاقية والمعاهدة وبالتالي فإن تركيا بدأت تطلق مشاريع تجعل من المرافق العامة أكثر مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة رأينا مثلا أن البلديات الآن وعقوان الجامعات وغير ذلك بدأت تقوم بإعداد مرافقها بناء على حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هناك بعض الحاجات الخاصة ليس من السهل أن تقوم بمواءمة المرافق بالنسبة لهم هناك في الحقيقة مؤسسات استطاعت أن توائم مرافق العامة وتذللها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وهناك قصص نجاح في هذا المجال ولكن في نفس الوقت هناك مؤسسات ليست ناجحة في هذا الموضوع ولم تقدم أي نوع من النجاح في هذا المجال وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك نعم قطاعات أو مجالات استطاعت أن تحقق هذا الهدف وبعضها لم تستطع أن تفعل هذا في الحقيقة يريد أن نقول أن هناك جهود جيدة ولكن المشكلة كبيرة للغاية لا يمكن أن تحل بعصى سحرية هذا يحتاج إلى جهود كبير وأنا أعرف هذا من خلال مشاريعنا عندنا في الجامعة نحن في الحقيقة هناك استثمارات يجب أن نقوم بها تتجاوز ميزالية الجامعة كلها إذا أردنا أن نحقق في الحقيقة حياة سهلة لذوي الاحتياجات الخاصة باعتقدك من هي الدولة في العالم التي تعتبر رائدة في هذا المجال في مجال رعاية دول الاحتياجات الخاصة وتوفير البناء التحتية المناسبة لمعاشتهم في المدن في الجامعات في شركات الخاصة في التعليم ما هي الدولة الأكثر تطورا في هذا المجال باعتقدك بشكل خاص كندا وبعض الدول الأوروبية كذلك ولكن لا يمكن أن نقول أن كندا استطاعت أن تحقق هذا في كل مؤسساتها وفي كل شوارعها وجسورها هناك في الحقيقة تشريعات قانونية بدأت قبل ما نبدأ نحن في تركيا وقبل ما تبدأ الدول الأخرى ولكن من ناحية التكنولوجية نجد أن تركيا عندها خطوة سبقت فيها كثير من الدول ولكن المشكلة هنا في تركيا هو أن هذه المشاريع الجميلة في تركيا من التقنية العالية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تنتشر بشكل واسع وعريض في الشرائح التركية من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتالي يمكن أن نقول أن تركيا تمضي نحو الأمام بحصة ثابتة ولكن لابد أن نقول أن هناك الكثير مما علينا أن نفعل دكتور مصطفى أوزهان قالاتش منصق منصة المعلومات يدون عوائق في تركيا شكرا جزيلا لك شكرا لك أعلا وسهلا قررت هيئة الضمان الاجتماعي التركية تقديم دعم للأم التي ستدخل مجال العمل لأول مرة أو الأم الراغبة بالعودة لعملها وحسب تصريحات الهيئة فإنه سيتم تطبيق هذا الدعم في المرحلة الأولى في ثلاث مدن وسيتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي وسيبدأ تطبيق المشروع فور صدور الموافقات اللازمة من قبل المفوضية الأوروبية طورت المدينة التقنية في جامعة هاجة تابي نظام تتبع بالرقائق الإلكترونية لعمال المناجم وسيمكن هذا النظام من تتبع مواقع وخطوات العمال داخل المناجم إلى جانب إمكانية قياس مستويات الغاز والماء والأكسجين في المناجم وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود للحد من الحوادث التي شهدتها تركيا خلال الفترة الماضية انخفض مؤشر بورصة إسطنبول في الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريبا متأثرا بحالة جني الأرباح في البورصة وبآخر البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة والآن إلى هذه الطائفة من أخبار الشركات التركية وقعت شركة لوف سانثا للطيران اتفاقية حسن نوايا مع شركة سين إكس بريس من أجل تنفيذ الرحلات الجوية ذات التكاليف المنخفضة وساعات الطيران الطويلة كما اشترت شركة إفراميد 25% من أسوء محطة هامي تابات للغاز الطبيعي المملوكة لشركة ديماك الاستثمارية وأعلنت شركة آناظولو جام للزجاج نيتها إيقاف الإنتاج بشكل مؤقت في شركة مارافا غلاس التي تمتلكها في أوكرانيا كما قدم خلق بنك طلبا لهيات تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي للحصول على إذن أولي لتأسيس بنك تشاركي وفي برنامج عين على الاقتصاد ولكن بعد الفاصل الولايات المتحدة ترفع حجم مساعداتها للأردن إلى مليار دولار سنويا اليوم هو موعد صرف العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس ومن المتوقع أن يصل مجموع الأموال الموزعة إلى نحو مليار وتسعمائة مليون جنيه تبدأ البنوك المصرية اليوم من صرف العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس ومن المقرر أن يستمر الصرف حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات بصرف العائد من خلال فروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس والمتوقع أن يصل العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس المقرر صرفه خلال الأيام المقبلة إلى نحو مليار وتسعمائة مليون جنيه وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة من طرح الشهادات في بداية سبتمبر الماضي وأكدت مصادر مصرفية أن معدلات السيول جيدة بالبنوك لصرف العائد الأول لشهادات استثمار القناة وأنه لا صحة لما أشيع حول عدم قدرة البنوك على صرف عائد الشهادات خاصة وأن معدلات السيول مرتفعة لدى البنوك المصرية بشكل عام وكان البنك المركزي قد أودع عائدات قناة السويس في حساب خاص بالبنك المركزي لهذا الغرض وتم بالفعل تغذية حسابات البنوك التي تم الاكتتاب فيها لتوزيعها على المودعين وأصحاب الشهادات وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من القاهرة محمود نجم الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي مرحبا بك أستاذ محمود مرحبا بك حضرت سيد الكريم هل تعتقد أن عملية توزيع العوائد الأولية نجحت اليوم في البنوك المصرية؟ هل هناك سيولة كافية؟ بالطبع السيولة مدوفرة ومنذ الفداية نحن قلنا ذلك السيولة في البنوك المصرية حوالي الأوداع على البنوك المصرية الجهاز المصرفي جاولت تريليون وربعوية مليار فتعلمت اليوم عن ما تجوزه مليار بقليل رقم يوصل على النجد المتوحي المتداولة داخل الجهاز المصرفي الشيء الآخر أنه أساسا في مصر توجد سيولة زائدة لا نعرف خايفة نصرفها معدد تسجيل في مصر معدد تسجيل في مصر معدد تسجيل للقروض من الوداع حوالي 2% 58% من الوداع المصرية لا نعرف كيف نصرفها بكل الأشكال لا أعطيك أن تكون منك أزمة عجازة في مصر إلى أي حد تدخل البنك المركز المصري في دعم السيولة في البنوك باعتقادك لهذا الموضوع أشآدات الاستثمارية؟ السياسات عموما للبنك المركزي من سعر فائدة معقول للإداءة في أعلى أساسا أنها أعلى فائدة موجودة في مصرية 10.5% شهادات قناة الفائدة عليها 10.5% فهذا ما تشجع على تخوش الناس في الإداءة لكن المثال التوفير السيولة لا علاقة بالركود اللي هو موجود في القصاد المصري لا يوجد طلب كبير على القروض لذلك الوداع المصرية موجودة قبل مشروع قناة سويس أود فقط أنها نضع مشروع قناة سويس على علم الطبيعي 60 مليار جنيه أو 64 مليار جنيه لا يوجد رقم كبير بالنسبة للسيولة الموجودة في الجهز المصرفي ولا حتى هناك سياسة خاصة بها إلا فيما هذا رفع سعر الفائدة سيد محمود نجم الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي كان معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن زيادة المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن لتصل إلى مليار دولار وذلك خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض وعوضح أوباما أن المساعدة الأمريكية للأردن سترتفع إلى مليار دولار سنويا مقابل 666 مليون دولار حاليا واعدا أيضا بضمنات قروض جديدة أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 4 مليارات وتسعمائة مليون دولار في أكتوبر تشيرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو حزيران إن مع تراجع صادرات النفط وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب وتجميد السعودية لمساعداتها المالية قالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في نوفمبر الماضي ارتفع بأعلى وثيرة له في نحو ثلاث سنوات ارتفع عدد الوظائف الأمريكية في نوفمبر الماضي بأعلى وثيرة في نحو ثلاث سنوات إذ زاد عددها في القطعات غير الزراعية بنحو 321 ألف وظيفة وهو أكثر بكثير من توقعات خبر اقتصاديين بارتفاع الوظائف بمقدار 230 ألف وظيفة فقط وقالت وزارة العمل الأمريكية إنه تم تعديل بيانات شهري سبتمبر وأكتوبر بزيادة بلغت 44 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية بينما استقرر معدل البطالة دون تغير عند 5.8% في أدنى مستوياته خلال ست سنوات ويرى محللون اقتصاديون مثل جاد ليفنون أن هذه البيانات الإيجابية قد تعزز دوافع مجلس الاحتياطي للتحدي البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة متوقعا أن يحدث ذلك بحلول الربيع القادم وكما هو معتاد سجلت أعداد العاملين في قطاع الخدمات حيث تنخفض الأجور مثل متاجر التجزئة والمطاعم زيادة كبيرة وفي مؤشر إيجابي اكتسب قطاعات تصنيع والتشييد والذين يحصل العملون بهما على أجور مرتفعة قوة دفع كما دفعت بيانات الوظائف الدولار الأمريكي إلى تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات أمام سلة من العولات الرئيسية قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ماريكل أنه يتعين على فرنسا وإيطاليا تبني المزيد من الإصلاحات لتتفق ميزانية البلدين مع القواعد المالية لالتحاد الأوروبي وفي الشهر الماضي أرجعت المفوضية الأوروبية قرارا بشأن التزام ميزانية فرنسا وإيطاليا بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى مارس أذار موضحة أن فرنسا مهددة بأن توصم بعدم الالتزام قالت شركة نافتوغاز الأوكرانية المملوكة للدولة إنها حولت 378 مليون دولار لسداد ديون مستحقة لشركة غازبروم الروسية في كانون الأول وتماشيا مع اتفاق وقعته الشركتين في أكتوبر 21 فإن تضفقات الغاز إلى أوكرانيا من روسيا الذي توقف بسبب نزاع حول الأسعار والديون يستأنف في غضون 48 ساعة من موعد استلام شركة غازبروم للتحويل النقدي تطرح دار كريستانز المزادات خلال الشهر الحالي جهاز كمبيوتر أبل واحد شخصي باعه ستيف جوبس مؤسس شركة أبل عام 1967 مقابل 600 دولار هذا الجهاز هو أحد النماذج القليلة التي ما زالت باقية لكمبيوتر أبل وان الشخصي التي باعها ستيف جوبس مؤسس شركة أبل في عام 1976 مقابل 600 دولار لكنه سيطرح في مزاد تعقده دار كريستيز للمزادات خلال الشهر الحالي ويتوقع أن يباع مقابل 600 ألف دولار ويقول روبرت لوثر أحد هوات جمع المقتنيات أنه اشترى هذا الكمبيوتر عام 2004 والذي عرضه مالكه الأصلي شارلز ريكيتس للبيع بعد ان اشترى شخصيا من جوبس الذي كان يحتفظ به داخل مرآب خاص بوالديه ويؤكد لوثر أن أهمية الكمبيوتر تكمن في أنه الجهاز الوحيد الذي تثبت الوفائق ملكية ستيف جوبس له ومنها كتاب الإرشادات الخاصة بتشغيله كانت مؤسسة هنري فورد قد اشترت جهاز كومبيوتر أبل وان مؤخرا من أحد المزادات في نيويورك مقابل 905 ألف دولار وهما فقط توقعات قبل بيعه وكان ضمن أول مجموعة من 50 جهاز أبل وان التي قم بتجميعها ستيف ووزنياك الذي شارك في تأسيس شركة أبل في مرآب أسرة ستيف جوبس بكاليفورنيا عام 1976 نهاية البرنامج شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم متابعة إخبارية رؤية تحليلية لما يدور في بلدان العالم حتى الساعة